في خضم ما يعانيه اليمنيون اليوم من شضف الحياة وعسر لقمة العيش تحتفل ميليشيا الحوثي بمقتل مؤسسها الأول حسين الحوثي كذكرى يضيفون فيها للمواطن عبءا فوق ما صنعوه من قبل بالهالة الأهلمية المكثفة يحاول الحوثيون إدخال ثقافة التقديس والصنمية لمؤسس حركة متمردة لم ير منها الناس سوى الحرب والفتنة وإدخال البلد في زمن أسود محاولة إطفاء القداسة تأكيد مطلق على سير الميليشيا وفق منهج ولاية الفقه الإيراني ومحاولة فرضه في اليمن كرجل مقدس فوق الدولة والقانون أو هو الدولة والقانون كما هو الحال في إيران حالة الصنمية لم تتوقف عند الاستخدام الدعائي والترويجي بل تجاوزت ذلك باتجاه السيطرة على مستقبل الأجيال القادمة عبر إقحام أذكار مؤسس الميليشيا في المناهج التعليمية وتلغيمها بالأفكار الطائفية تلك التي تحمل بعدا عنصريا في حق التنوع الاجتماعي والفكري محاولة الزج بالأطفال في أتون الصراع المسلح واستخدامهم وقودا لمعارك الميليشيا لم يتوقف منذ اللحظة الأولى التي تم فيها إعلان الميليشيا انطلاق مسيرتها من كهوف مران وصولا لاستخدام المدارس كساحات للتجنيد وغسيل الأفكار والتغرير بآلاف الأطفال نقلت ميليشيا الحوثي خرافاتها من أطراف الدولة إلى قلبها واقتحمت المدارس وفرضت على الطلاب فعاليات وتقوسا هي من صلب ثقافة الميليشيا دون مراعاة لقدسية الحرم التعليمي وخلال العامين الماضيين تحولت ساحات المدارس إلى منابر للتعبئة الملشاوية الإعلام الممول من الخزينة العامة تحول أيضا لأحدى أدوات التضليل والتعبئة والترويج للفكر الإمامي الإقصائي الذي لا يؤمن بغير فكرة ولاية الفقه ويتلقى التوجيهات من مكتب زعيم الميليشيا وارتباطاته الإقليمية لا تتحرج الميليشيا من السير قدما في استنساخ التجربة الإيرانية الفاشية في إدارة مؤسسات الدولة واحتكارها واستخدامها كآدات قمع وسيطرة على المجتمع بل تعمل على تجريف هويته الوطنية والقضاء على كل فرص الخلاص من سطوة العنف وإعاقة التحول المدني